موسيقى الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره قبرصية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية موسيقى ترامب يدين اقتحام الكونغرس ويوكد أن المتورطين في أحداث العنف لا يمثلون أمريكا وستتم محاسبتهم موسيقى في مؤتمر للحزب الحاكم زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحسين علاقات بلادهم على العالم موسيقى الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرانيتش موجز إخبارياتكم من القاهرة أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية خاصة في مجال الطاقة بالإضافة إلى تبايد للرؤى حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية في إطار المصالح المشتركة والتصاق مواقف البلدين بمنطقة شرق المتوسط وأثنى الرئيس السيسي على تطور التعاون الثنائي مؤكدا مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون الثنائي مع قبرص أو من خلال آلية التعاون الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان من جانبه أعرب رئيس القبرصي عن حرصه على تبادل وجهة النظر مع الرئيس السيسي تجاه كافة القضايا مؤكدا تطلع قبرص لترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر وتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدانته لاقتحام مبنى الكونغرس وأكد في مقطع فيديو نشره في حسابه على تويتر أنه شعر بالغضب الشديد كجميع الأمريكيين من أحداث العنف والفوضى في الكونغرس مشيرا إلى أنه أمر بنشر قوات الحرص الوطني وقوات إنفاذ قانون الفدرالية لتأمين المبنى واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمته المقتضبة أن المتورطين في أحداث العنف لا يمثلون الولايات مؤكدا أنه سيتم محاسبتهم وتعهد أيضا بالتزامه بانتقال الثالث ومنظم للسلطة في العشرين من يناير المقبل أفض إحساء لرويترز بأن جائحة فيروس كورونا حصدت أعلى عدد يومي للوفيات في الولايات المتحدة بتسجيل أكثر من أربعة ألاف حالة وفاة خلال 24 ساعة أظهرت بيانات رويترز أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغت نحو 232 ألف حالة إصابة مسجلا رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي تفقمت إصابات الفيروس القاتل في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا بما فيها منطقة مدينة لوس أنجلوس مما دفع المستشفيات للعمل بأقصى طاقتها الاستعبية أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض قيود إضافية على حركة السفر إلى إنكلترا تحسبا لخطر تفشي طفرات جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة وأكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس في بيان أنه اعتبارا من الإسبوع القادم ستلزم سلطات البلاد جميع المسافرين قبل المغادرة إلى إنكلترا من خارج البلاد بتقديم فحص سلبي لكورونا يتم إجراؤه في فترة أقصى 72 ساعة قبل الزيارة وأشارت الحكومة إلى أن المسافرين المخالفين للقيود الجديدة سيواجهون غرامة مالية بمقدار 500 جنيه سترليني شدد الزعيم كوريا الشمالية كام جونج أون على الحاجة إلى تحسين علاقات بلاده مع العالم الخارجي بشكل جذري وقالت وسائل إعلام رسمية إن كام استعرض خلال المؤتمر الأول لحزب العمال الحاكم منذ خمس سنوات العلاقات مع كوريا الجنوبية لكنه لم يوضح الخطوات التي قال إنه يريد اتخاذها واعترف بأن خطته التنموية الاقتصادية السابقة لم تحقق أهدافها وتعهد بوضع خطة تنمية خمسية جديدة مشددا على أنه سيعزز القدرة العسكرية لبلاده انتهى الموجز ويتبقى أن حتى المستدى المشاهدين بأن تردد أكستر نيوز جديدة 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب رأسي كنت معكم أنا سار عبدالله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر